اللحمة المعصجة من أكتر الحاجات استخداماً طول شهر رمضان عايز أعمل جلاش ومحتاجة لحمة مكرونة بشاميلة، لزانيا، حشوات كتير سامبوسك حاجات بقى كتير لا تعد ولا تحصى علشان نستخدم فيها اللحمة المعصجة علشان كده أنا عن نفسي ما أقدرش أن أنا أستغنى عن لحمة المعصجة عندي في الفريزر سواء في رمضان أو غير رمضان لأنها بتنجز معي جداً في الوقت وبتسهل علي أن أنا أعمل أي وصفة في أي وقت طيب يلا بينا وما ننساش الرؤى بقى باللحمة المفرومة حكاية نقول ما أدير اللحمة المعصجة وإنتي بقى عايزة ضعفي براحتك عايزة تقلبي بردو براحتك النهاردة عندنا كيلو لحمة مفرومة هنا بقى مفرومة وش واحد بس دايماً بقول اللحمة بتاعت الحشو اللي معصجة لازم تكون خشنا شوية علشان نحس بيها وإحنا بناكل ما تبقاش مفرفتة زيادة عن اللزوم كيلو اللحمة أصاده كيلو بصل أولاً بيكتر لي الكمية ثانياً بيدي طعم مسكر ولذيذ جداً لللحمة المعصجة يبقى عندنا كيلو لحمة مفرومة وش واحد كيلو بصل مفروم اتنين معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة معلقة كبيرة من الزيت رشة سكر رشة إرفة بودر ورشة سبع بهرات رشة جسد الطيب وملح وفلفل أسود تمام؟ وتعالوا بينا يلا على طول نشتغل بدايةً كده هحط السمنة على النار بسم الله الرحمن الرحيم ومع السمنة وحط شوية زيت وملاحظين أنا مش مكترها المادة الدهنية قوي عشان لو اللحمة فيها نسبة دهون يبقى الدنيا مش فيها دهون كتير فاستنى يسخنه وعندي كيلو البصل اللي احنا مقطعينه صغير جداً هبتدي أنزل بيه الأول بسم الله ونشوح البصل هندي البصل تشويحة كويسة وإحنا بنشوحه بينا نحط له البهرات وزا ما امتوا شفتوا في المقدير عندنا بقى جسد طيب وعندنا بهرات سبع وعندنا إرفة اللي بتخلي مفيش زفارة خالص لللحمة هبتدي حطه دي القرفة هستنى بقى على رشة السكر شوية واحط كمان الفلفل الأسود نقلب بقى البصل على النار لغاية ما يدبل مش عايزينه يلون ولا حاجة بس يدبل اتفقنا لكمية البصل الكبيرة دي أولاً لما بتتحط على نار بتبتدي إن هي تقل وكمية هتنقص لما بيدبل ثانياً الكمية دي زي ما قلنا بتدي نقول إيه كمية أكبر للعصاج وبتدي طعم حلو جداً بصل من حاجات اللذيذة المسكرة فبيدي كمية كبيرة وبيدي طعم حلو نقلب تاني أصدنا نحط في البداية البهارات خلي البهارات كده تتحمص وتطلع راحتها جميلة وإحنا بنشوح البصل إحنا كده زي الفل البصل دبل معانا رحته طلعته جميلة جداً بينا نحط عليه بقى اللحمة المفرومة زي ما اتفقنا اللحمة على قد ما نقدر تكون حمرة علشان ما تهضرش معانا كمية كبيرة وتنزل كده وتبقى عبارة عن دهون بس ثانياً اللحمة كمان لازم لازم تكون وش واحد بس عشان تبقى بينا معايا في أي حشوة أو في أي صنية أنا بحطها فيها هسيب بقى اللحمة تستويه مع البصل على النار في سؤال ممكن نحط اللحمة الأول ولا البصل الأول أنه الأحسن اللي اتنين شغالين واللي اتنين حلوين جداً بس بحكس إن أنا لما بحط البصل الأول بيبقى الطعم والريحة ظهرين جداً والريحة حلوة قوي يعني أنا على نفسي بحب أحط البصل الأول وبعد كده أنزل باللحمة بعديها على طول بعد ما البصل يدبل بس كده يلا بينا بقى أنسيب الكلام ده كله على النار لغاية من اللحمة تستويه طبعاً مع التقليب من وقت للتاني مش هنسى أحط رشة السكر مع القرفة في كتير ناس بتستغرب موضوع القرفة يعني أنا القرفة من الحاجات اللي بحبها بحطها في المحشي وبحطها في تعصيج اللحمة القرفة من الحاجات اللي بتدي طعم حلوة جداً وبتشيل زفارة وبتخلي الحاجة بجد طعمها في منطقة الجمال إذا ما نشايفين كده لو أخدين بالكم عاية أنا لسه محطتش الملح الملح ده آخر إضافة هنضفها بعد ملاقي اللحمة خلاص نشفت من ميتها تماماً إذا ما نشايفين كده وراها لغاية ما يبقاش ما فيش مية فيها خالص ويكون استاوت تماماً عشان أحط الملح وأسيبها دقتين على النار وأرفعها بعد كده وأسيبها تبرد خالص خالص وابتدي بعد كده أعبيها في أكياس أو في طباق على قد الأكلة اللي أنا محتاجاها فيها وأحطها في الفريزر خدتوا بالكم أنا حطت الملح لأيت خلاص ما فيش أي مية ولا سوايل عندنا تماماً زي ما انتوا أخدين بالكم كده بصوا المية نشفت خالص اللحمة استاوت والدنيا تمام حطت الملح وهقلب تقلبتين وارفع العصاج من على النار وكده يبقى جاهز معايا أن أنا أسيبه بقى يبرد تماماً قبل ما بتدي أوزعه في الأطباء أو الأكياس على حسب الحاجة أو على حسب أنا محتاجة كمية قد إيه تماماً إحنا كده زي الفل يلا نرفع من على النار تماماً هو أنا أو مش هقدر أحطه في أطباء فوم خالص احنا ممكن نفضيه هنا ونقدمه بقى معلش عشان طبعاً سخنوا انتوا عارفين الأطباء الفوم لما بينزل عليها حاجة سخنة بتسيح بقى وتبهد للدنيا مش عايزين كده يبرد بس وبعدين نبتدي نوزعهم بقى سواء في أكياس أو في الأطباء الفوم بجد طحفة ما شاء الله